لي اكتئاب الشتاء ده مرض وليس فقط شجن أو حزن ده مرض مرض مبارا عن عدم قدرة على الاستمتاع بالحياة عدم قدرة على القيام من السرير ساعات عدم قدرة على الذهاب إلى العمل عدم قدرة على الاستمتاع بأي شيء حزن وأسى مستمر طوال اليوم ويبقى الإنسان مش عارف فيه إيه ولا بيستدعي ذكرياته الأليمة للأسف بيبقى بيسموها شلال من الأفكار السلبية والذكريات السوداء طب وده له كابسولا ده ليه وقاية وليه علاجة قلنا بقى الوقاية الوقاية أول حاجة التعرض لضوء الشمس على قد معدر يعني أي يوم يطلع فيه ضوء الشمس اطلعوا البلكونة نزلوا في الشرع بالزبط ده حقيقة ولو الجو برد من أنهم تعرضوا لضوء الشمس من وراء الإزاز يعني من يمكن أن أقفل الإزاز وأتعرض لضوء الشمس النشاط إن الإنسان يستمر فيه نشاطه ما يستسلمش لفكرة البرد واللي حافو أضغطه القربة مهم قوي بجده مهم قوي إن الواحد يستمر في النشاط ماشي نص ساعة يوميا ده أكني خدت أرث فيتامين سي يقيني من البرد ده بيقيني من الاجتئاب تمام رقم تلاتة الحياة الاجتماعية إن أنا قابل أصحابي أقابل عيلتي أقابل قريبي ونتكلم ما الدنيا بتضلم بدري ولاحد ما بيبقى مش قادر بقى يخرج خلاص بقى وسقعة وضلمت بدري ما هو ده بقى اللي إحنا عاوزين نقومه عشان ما يجلناش الاجتئاب إن إحنا ما نقولش الدنيا بردو هنقوم بسرعة ممكن نخرج بالنهار ممكن نستغلي ساعات النهار القليلة إن إحنا نقابل الناس واللي عنده شغل زي حالاتي الويكند يقوم الأجهازة بتاعتي ممكن حتى أتواصل معاهم تليفونيا ممكن أتواصل معاهم عن طريق اللزوم عن طريق أي شيء الاتصال الاجتماعي ده بيفرز هورمونات بتطقي الإنسان من الاجتئاب آخر حاجة الأكل الصحي كلما كان أكلنا صحي قليل الدهون كثير الخضروات كثير الفواكه كل ده كان وقايا من اجتئاب الشتاء المشكلة بقى لو الاجتئاب حصل بقى هنا بقى يجب هنا تدخل علاجيا لو الاجتئاب لسه في بدايته أو بسيط نفس أسليب الوقاية دي ممكن تطلع الإنسان من حالة الاجتئاب اللي هو فيه لكن لو الاجتئاب أصبح متوسط الشدة أو شديد هنا بقى اللجوء إلى ما يطلق عليه المتخصصين في العلاج الأمراض النفسية عشان يعلجوني هل هناك أدوية بتعالج؟ آه خلال 3-4 أيام الواحد يخرج من حالة الاجتئاب اللي هو فيها هل هناك علاج نفسي؟ آه هناك حاجة أسمع علاج نفسي معرفي سلوكي خلال أسبوعين 3 راح يخرج من حالة الاجتئاب اللي هو فيه من أعراض الاكتئاب الشتاء يعني لو أنا معرفش مش بقول كلام علمي أنا بقولها عن نفسي فكرة الجوع اكتئاب الأكل النهم في الأكل والواحد يكتئب ويحس إنه هو يا ربي أنا حتخن أكتر فيزود على الاكتئاب ده الخروج منه إزاي؟ تحية ما يميز الاكتئاب اللي هو بيجي في الشتاء عن بقية أنواع الاكتئاب والنهم والشره الشديد وللأسف يا فانتم إيه؟ للحلويات وللحاجات اللي فيها سكريات أيوه أكتر وقت الواحد بيأكل فيه شوكولاتة هو الشتاء أيوه أكتر وقت بيأكل الحلويات هنا بنقول إن إحنا تغلبنا عن الاكتئاب بيقلل شراهتنا للطعام أو النهمنا على هذه الأطعمة نعم رقم اتنين علاج الاكتئاب لو كنا مكتئبين فعلا وليس مجرد حزن أو أسى ده فعلا بيقلل هذه الشهية جدا ترجمة نانسي قنقر